مكالمات دولية مجهولة تهدد المواظنين ووزارة الإتصالات في صنعاء تحذر فما القصة؟ أبلغ العديد من المواظنين في صنعاء فجر السبت عن تلكيهم اتصالات هاتفية من أرقام دولية مجهولة تضمنت هديدات بشأن الهجمات في البحر الأحمر وحذرت وزارة الإتصالات بحكومة صنعاء من الرد على المكالمات والرسائل التي تصل من هذه الأرقام وأبلغ العديد من المواظنين والنشضاء بأنهم تلقوا إتصالات من أرقام دولية مجهولة عقب الغارات التي شنتها القوات الأمريكية البريطانية على صنعاء بعد منتصف ليل الجمعة السبت ووثق مقضع فيديو أظهر فيه أحد النشضاء محتوى الإتصال الذي تلقاه والذي يقول فيه المتصل لن يتم التسامح مع الأعمال العدائية والعنف ضد قوات التحالف والتجار في إشارة كما يبدو بوضوح إلى هجمات قوات الصنعاء على البوارج والسفن الأمريكية والبريطانية والسفن المرتبطة بإسرائيل والمتوجهة إليها وأضاف المتصل إن استمرار المشاركة في العمليات غير القانونية ضد الملاحة في المياه الدولية سوف ينتج عنها رد فعل انتقامي ويرى مراقبون أن محتوى الإتصالات يشير بيوضوح إلى أنها تأتي في سياق الغارات العنيفة التي شنتها القوات الأمريكية على صنعاء والحديدة والتي كانت انفجاراتها الشديدة تهدف كما يبدو لترويع المواضنين وخلق حالة من الخوف يعززها محتوى الإتصالات الذي يحمل تهديدات واضحة وقالت وزارة الإتصالات في حكومة صنعاء في تصريح لها نحذر المواضنين من الرد على المكالمات والرسائل المشبوهة وفتح الروابط التي كتصلهم من أرقام خارجية مجهولة وأضافت أن الرد على المكالمات أو الرسائل أو فتح الروابط من أرقام خارجية مجهولة قد ينتج عنه محاضر تعريض بيانات المواضنين للاختراك وأكدت أن الوزارة والجهات المساندة قد باشرت إجراءاتها للحد من ذلك ويذكر محتوى الإتصالات بإعلانات ظهرت بشكل مكتب خلال الفترة الماضية في العديد من التطبيقات والمواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت وحملت هذه الإعلانات تحضيرات من نتائج هجمات قوات صنعاء في البحر الأحمر من قبيل أن هجمات الحوثيين ستؤدي إلى المعاناة وكانت شبكة CNN نقلت في فبراير الماضي عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن وزارتي اتفاع والخارجية بدأت بالعمل على تعليب اليمنيين والمجتمع الدولي ضد الحوثيين وتحدي روايتهم بقوة في دار مساعي مواجهة الهجمات التي تنفذها قوات صنعاء في البحر الأحمر والبحر العربي ومؤخرا في المحيد الهندي والتي تؤكد أنها ستستمر استناذا للشعب الفلسطيني ويأتي ذلك بالتوازي مع اعترافات مستمرة لضباط ومسؤولين أمريكيين بفشل الولايات المتحدة وبريطانيا في ردع الحوثيين برغم الهجمات المستمرة على اليمن أنا بالنسبة لي وصلتني عدة رسائل عبر الواتساب من أعتقد من ثلاثة أشخاص في شركتين وواحد شخص مجهول مع نشتري ورسالة أخرى من هنك هنك هذا الرسائل كلها لها مضمون واحد هذا المضمون يقول هذا هو رمز التحقق الخاص بك لسلامتك لا تشارك هذا الرمز عموما هؤلاء أقبياء ولا يعرفون من نحن يعني بيهددونا بالرسائل مجانين وشمدارين نحنا كتحاربنا تس سنين وصمدنا تس سنين ما عبش همنا لا تهديدات ولا غيره يحرقوا والمهم في الموضوع اركزوا له محذي اركزوا له محذي وحذاري أن ندود تفتحوا أي رابط يرسله لكم انتبهوا هذا نصيح لكم أشكركم على حظي متابعة والإصغاء ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته